لا تبتعد طويلا يد القمع عن مهد الثورة العراقية فهي القبضة الأمنية تتسلل مجددا لتعيث الرعب بين المعتصمين ببغداد حارقة خيامهم في التحرير وحاصدة أرواحهم برصاصاتها في ساحة الخلان المجاورة ويبدو أن دعوة المحتجين لتظاهرة مليونية غدا للتنديد بتكليف من يصفونه بمرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة أربكت السلطات ودفعتها لإشهار قبضاتها الأمنية مجددا في وجوه المتظاهرين إلا أن العنف المستخدم ضد المحتجين يزيد الضغوط الدولية على كاهل السلطات العراقية فقد تصدر موضوع العنف ومحاسبة قتلة المتظاهرين أجندة الاتصال الهاتفي بين علاوي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جانب اهتمام بومبيو بملف تشكيل الحكومة التي يجب أن تطلع بمهمة إجراء انتخابات مبكرة وفق بيان الخارجية وشجع بومبيو علاوي على حل خلافاته مع الكتل السياسية الكردية والسنية لضمان نجاح حكومته إلا أن موقف تحالف القوى الذي يمثل أكبر كتلة سنية في البرلمان أظهر بأن حكومة علاوي حتى وفي حال نيلها الثقة خلال الجلسة المخصصة لذلك الخميس لن تحظى بغطاء سني فقد أعلنت كتلة القوى بأن أعضاءها سيقاطعون الجلسة بما في ذلك رئيس الكتلة والبرلمان محمد الحلبوسي منتقدة المنهج الأزموي لعلاوي الذي يزيد الاحتقان والانقسام وفق تعبيرها في المقابل تتحدث مصادر إعلامية كردية عن تراجع علاوي عن شروطه ما قرب فرص اتفاقه مع الأكراد بشأن دعم حكومته إلى جانب قراره بزيادة الحصة الوزارية للإقليم بمقعد ويفيد موقع روداو بأن وفد الإقليم المفاوض ببغداد تفق مع علاوي على تسمية ثلاثة من الوزراء الأربعة بعد تراجع الأخير عن اشتيراته تسمية مستقلين كما حصل منه على ضمانات شفهية بشأن شروط الإقليم المتعلقة بمستحقاته المالية وتطبيع الأوضاع الأمنية في المماطق المتنازع عليها اتفاق قد يعزز فرص ولادة حكومة جديدة الخميس خاصة في ظل تلاقي كتلتي الفتح والصدريين عند مساندتها إلا أنها ولادة من شأنها أن تصب الزيت على نار الاضطراب السياسي الذي يعصف بالبلاد على ما يرى كثيرون ترجمة نانسي قنقر